وصفتنا لليوم أقماع الشاورمة بطريقة جداً سهلة وجداً لذيذة وطعم أكيد حياجبكم هبدأ أقسم الدجاج بهذا الطريقة شرايحه أتبله بالزبادي والبهارات عصير البرتقال والليمون أقلبها وأصيبها ترتاح في التلاجة لمدة ساعتين على الأقل استخدمت عجينة سامبوسة من السمبلة عجينة للقلي حتلاقوا بينها فواصل مانع للالتصاق طبعاً بدأت ألفه على الأقماع بهذا الطريقة وأقفلها بخليط الدقيق مع الموية وأبدأ أقليها في الزيت لحد ما تاخد لون دهبي وأرفعها أفصلها من الأقماع وأجهز الشاورمة زيت زيتون والشاورمة وأقلبها لحد ما تنشف مويتها وأبدأ أحشيها بالأقماع هنزل أول حاجة الصوص وبعدها الشاورمة طبعاً تقدروا تحشوها بأي حشوة تانية والبطاطس والمخلل وآخر حاجة أزينها بالصوص بهذا الطريقة وأقدمها العجينة طلعت مرة مقرمشة ولذيذة وطبعاً تقدروا تعتمدوها لأي نوع حشوة تانية وبالعافية عليكم